وخلال جوابه على سؤال حول الدور المغربي في مسلسل تحقيق السلام في الشرق الأوسط قال نائب سفير إسرائيل في واشنطن بنجامين كارزانا إن المملكة تقوم بدور محوري تحت قيادة الملك محمد السادس لدعم تعايش الأديان في القدس لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين للجلوس إلى طاولة التفاوض لقد أثرت يا آدم الدور الهام الذي قام به المغرب تاريخيا وما قام به جلالة الملك وأعتقد أن أحد الأركان الرئيسية التي نتفق فيها معا بكل تأكيد هي حرية العبادة وحرية العقيدة والتسامح الديني وهو ركن ننظر إليه ونحن نحدد كيف سنعمل معا لتحقيقه ولم تكن مصادفة أن الإسم الذي أصبح إطارا لكثير من العنشطة هو سيدنا إبراهيم لأنه أبو الديانات السماوية لذلك فإن القدرة على استخدام ذلك كرابط بيننا يظهر أن الأمر لا يتعلق بصراع أو توتر وإنما رابط نتشارك فيه معا للسماح بحرية العبادة وحرية العقيدة ويساعدنا كذلك في بناء الروابط بين الشعوب وكما ذكرت في البداية فقد سنحت لي فرصة رائعة لقضاء ثلاثة أعوام من حياتي في أول منصب ديبلوماسي له في اسطنبول بتركيا ولم أصادف أي مشكلة فيما تعلق بحرية العقيدة والتوصل إلى كيفية العمل معا لتحقيق التسامح الديني والتفاهم بعكس التطرف الذي تحاول من خلاله إيران الترويج بالقول إنه يتعين علينا أن نكون في صراع وأن نقاتل بعضنا البعض وهذا مناقض تماما لكل ما نؤمن به وتؤمن به المملكة المغربية